موسيقى قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لميليشيات ايران الحوثية جنوب محافظة مارب وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة ان مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في جبهة الفليحة جنوب محافظة مارب واشار المركز الاعلامي الى ان القصفة المدفعية كبد ميليشيات ايران الحوثية خسائر في العتاد والارواح استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم تجمعات ميليشيات ايران الحوثية غرب محافظة حجة وقال مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ان مقاتلات التحالف قاصفت تجمعات الميليشيات الحوثية في مديرية حرض عبس وكبدتها العشارات من القتلى والجرح بينهم قيادات ميدانية واشارت المصادر الى ان غارات اخرى استهدفت اليات قتالية في محيط مدينة حرض والحقت بالميليشيات خسائر في الارواح والعتاد ودمرت طقمين وعربة وجميع من كانوا على متنها اعلن مكتب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم لحد وصول المبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين انجلينا جولي الى اليمن للقاء المتضررين من الحرب وفور وصولها مطار عدن الدولي على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة اطلعت جولي على اثار القصف الذي تعرض له المطار ابان عودة الحكومة اليمنية نهاية العام الفين وعشرين وقالت جولي وصلت عدن للقاء العائلات النازحة واللاجئين في اطار مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين واكدت دعمها للشعب اليمني وبذل قصار جهدها للتواصل خلال الايام القادمة على ارض الواقع واشارت جولي الى ان الوضع في اليمن يمثل اسوأ الازمات الانسانية في العالم حيث يعتمد اكثر من عشرين مليون يمنيين على المساعدات الانسانية للبقاء على قيد الحياة ودعت جولي الى انهاء الصراع وتيسير وصول المساعدات الانسانية الى الاشخاص المحتاجين تعيش العاصمة المختطفة صنع حالة غليال شعبي غير مسبوقة على وقع سلسلة من الازمات والفقر والجبايات والقمع تنذر بالانفجار في وجه الميليشيات الحوثية حيث بات اغلب السكان عاجزين عن شراء السلع الاساسية وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الاوسط ان المدينة اصبحت اشبه بسجن كبير يضم الملايين وكلما وجد منفذ ليعيش منه الناس عمل الحوثيون على اغلاقه ولم يتركوا مجالا لأي احد من خارجهم ليعمل واوضحت المصادر ان المشروعات التي تمولها المنظمات الدولية اصبحت حكرا على المقاولين الذين ينتمون الى جماعة الحوثي او يرتبطون بعلاقة مصالح مع احد القيادات واكدت المصادر ان اليمن لم تعرف مثل هذا الطغيان حيث اصبح اغلب الناس يتمنون الخروج من مناطق سيطرة الميليشيات واشارت المصادر الى ان الطلاب لن يذهبوا الى مدرستهم بسبب ازمة الوقود وتوقف حركة المواصلات ارحل يا حوثي عبارة ان رسمها مواطنون على حيطان العاصمة صنعاء تكشف مدى الغضب الشعبي المتزايد مما آلت اليه اوضاع صنعاء جراء الانقلاب وغياب مؤسسات الدولة واكد موقع العاصمة اونلاين ارتفاع حالة الغضب الشعبي خلال الايام الماضية جراء انعدام الغدمات في صنعاء ووصول سعر العشرين لتر من البنزين الى اربعين الفا فيما وصل سعر اسطوانة الغاز الى عشرين الفا في سوق الحوثيين السوداء وتداول ناشطون على مواقع التواصل اجتماعي صورا لعبارات تطالب ميليشيات الحوثي بالرحيل كتبت في شوارع حدى وبيت بوس وحصلت على تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل قدمت مؤسسة وطن بالتعاون مع حرائر المحافظات وجبات غذائية متنوعة لجرح الجيش والمقاومة الذين سطروا اروع البطولات في جبهات العز والشرف وقال المدير التنفيذي لمؤسسة وطن رضوان مسعود ان الدعم هذا الاسبوع تم تخصيصه للجرحة واكد ان المؤسسة ستواصل تقديم الدعم لهم ومساندتهم من جانبها اوضحت مديرة ادارة المرأة بمؤسسة وطن فاطمة علي ان حرائر اليمن ساهمن في تقديم هذه الوجبات للجرح الابطال الذين ذاقوا ميليشيات الحوثي الويلات في الجبهات من جهتهم اعرب الابطال الذين استقبلوا القافلة عن شكرهم لمؤسسة وطن على دورها الوطني في دعم ابطال الجيش والمقاومة الشعبية في معركتهم الوطنية بوجه ميليشيات الحوثي الارهابية اكد وزير الاوقاف والارشاد محمد شبيب اليوم على اهمية دور السلطة المحلية في رعاية الاوقاف وحمايتها من الاياد العابثة وناقش وزير الاوقاف مع محافظ محافظة لحج اللواء الروكن احمد التركي وقيادة مكتب الاوقاف بالمحافظة القضايا المتعلقة باراضي وممتلكات وعقارات الاوقاف في المحافظة واستثمارها فيما اوقفت له واشاد وزير الاوقاف بجهود السلطة المحلية في محافظة لحج للحفاظ على اراضي وممتلكات وعقارات الاوقاف من جانبه اكد محافظ لحج اهتمام السلطة المحلية باراضي ومتلكات وعقارات الاوقاف وردع كل من تسول له نفسه المساس بتلك الممتلكات اعتمدت الشركة اليمنية للغاز اليوم كمية اضافية من الغاز المنزلي الى الحصص الرسمية المخصصة لمحافظات عدن وحضرموت وتعزة وقال المدير التنفيذي لشركة الغاز المهندس محسن وهيطة خلال اجتماع لقيادة الشركة عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ان الشركة اعتمد ثلاث مقطورات خمسة وسبعين طن ستوزع يوميا بالتداول على المحافظات الثلاثة بواقع خمسة وعشرين طن لكل محافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النفط عبدالسلام بعبود واضف ان اعتماد هذه الحصص جاء استجابة لتزايد حاجة المواطنين لمادة الغاز المنزلي في هذه المحافظات وتغطية ذلك الاحتياج ورفع جزء من المعاناة التي يعانيها المواطنون دشن مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدا الدكتور علي صالح اليوم بالمجمع الصحي بخور مكسر فعالية الجولة الثالثة لحملة التحصين ضد فيروس الكزاز والتي تستمر حتى العاشر من الشهر الجاري واكد مدير عام مكتب الصحة على اهمية الحملة في الحد من انتشار هذا المرض الخطير داعيا الفرق الميداني الى بذل الجهد في تحقيق نتائج طيبة في الوصول الى المستهدفات من النساء اختتم اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا مساء اليوم فعاليات المؤتمر العام الرابع في اسطنبول بمشاركة ثلاثمائة طالب وطالبة من الهيئات التنفيذية والرقابية من جميع فروع الاتحاد البالغ عددهم ثمانية وثلاثون فرعا وتخلل المؤتمر مناظرات للمترشحين استعرضوا فيها رؤاهم وتصوراتهم لادارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة كما تضمنت الفعاليات مناقشة التقارير للهيئة الادارية السابقة بالاضافة لتعديل لائحة الاتحاد بعد الاستفتاء الذي اجري بمشاركة جميع اعضاء الهيئات التنفيذية والرقابية للفروع وتضمن تنشطة المؤتمر تكريم المتميزين والمبدعين في تخصصاتهم العلمية بالاضافة لاجراء العملية الانتخابية لتسعيد هيئتين ادارية ورقابية للاتحاد اشتركوا في القناة